طبقت تركيب أجهزة تشيلي على نظام الانتركم والنتائج كانت ممتازة استفدت منها بمجرد ضغط أي شخص على جرس الانتركم رح أستلم تنبيه بالإضافة أن الكاميرا رح تفتح بشكل أوتوماتيكي والخيار الأقوى أنه رح يجيني سؤال على الهاتف إذا كنت أرغب في فتح باب العمارة رح أضغط موافق الآن وفي حال كان جييني ضيف الموظف توصيل بإمكاني أفعل تايمر مؤقت لفتح الباب بشكل أوتوماتيكي لمدة نصف ساعة عند الضغط على زر الانتركم الخاص بمنزلي ومن المزايا الإضافية أصبح بإمكاني تحديد الأشخاص المزعجين اللي بيضغطوا على جميع أزرار الانتركم عند وصولهم على باب العمارة رح أستلم تنبيه بهذا الموضوع وأيضا من المزايا الإضافية أنه بإمكاني أفتح قفل الباب من خلال سمارت تاك من سامسونج مجرد الضغط عليها رح أفتح الباب بشكل أوتوماتيكي ورح تضو إنارة الدرج سمارت تاك من سامسونج هو الريموت الوحيد في العالم الذي يمكن التحكم بأي جهاز ذكي متوفر لدينا يعمل مع تطبيق سمارت تاكز بدون حدود للمسافة مهما كانت المسافة هاتفك في جيبك الريموت يستطيع التحكم في أي جهاز داخل المنزل صار بإمكاني أسهل تنبيهات على أي مساعد موجود عندي واختار المساعد المناسب لأيلي أنه يرين لما ينضغط على زر الانتركم وفي حال كنت حابة أستلم فيدباك أني فتحت هذا القفل عن طريق ريموت مثلا مثل شلي بطن هذا الأمر أيضا ممكن السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت دعنا نتعرف مباشرة على الأجهزة التي استخدمناها في هذا الفيديو خلف شاشة الانتركم الموجودة أمامنا تم تركيب شلي يوني في الأسفل تم تركيب شلي ون وهي التي تتحكم في آلية فتح قفل الانتركم تم تركيب سلك حامي وبارد على شلي ون وفي الطرف الآخر تم تركيب سلكين متصلين مباشرة مع القفل أسفل العمارة شرحنا هذا الموضوع في السابق روابط ستكون موجودة أسفل الفيديو بالنسبة للتحكم في إنارة الدرج أيضا تم تركيب شلي ون تم تغذيتها بسلك حامي وبارد وتم أخذ سلكين منها مباشرة للخارج للتحكم بإنارة الدرج لأن الفاز مختلف هون الشلي راكبي على فاز وإنارة الدرج موجودة على فاز آخر فضروري إنها تكون شلي ون وتم تركيب السلكين هدول على الكبس الموجودة على الدرج بنفس آلية وطريقة تركيب شلي ون على قفل الانتركم اللي هي نفسها شرحناها في فيديو سابق الكاميرا اللي فتحت بشكل أوتوماتيكي من نوع ريو لينك روابط الشراء رح تكون موجودة في الأسفل وليت الفتح في هذا المثال كانت عن طريق البكس بيروتين ممكن تنفيذ أليت الفتح عن طريق برنامج التاسكر أيضا رح نشرحها في فيديو قادم إن شاء الله الانتركم اللي ركبنا عليه شلي يوني هو من نوع كوماكس لا يمكن فتح قفل هذا الانتركم بدون رفع السماعة وفتح الكاميرا بعدها يمكن فتح قفل هذا الانتركم لهذا السبب كان من غير الممكن تركيب شلي ون على السماعة مباشرة خلينا نطفي سماعة الانتركم ونفكها ونشوف كيف أنا ركبت الشلي يوني على هاي السماعة عندنا الأسلاك الرئيسي اللي بتشغل هذا الانتركم هي أربع أسلاك الأحمر والأزرق والأصفر والأبيض لو رجعنا لليوزر مانويل ومن اليوزر مانويل عندنا الأحمر اللي هو الأوديو والأزرق هو الجراون والأصفر بغضي الانتركم ب12 فولت دي سي والأبيض للفيديو إحنا فعليا بدنا قراءة فولتية من أماكن الصوت نفسها اللي هي الخط الأحمر والخط الأزرق وفي حال كان اليوزر مانويل مش متوفر بإمكاننا نكتشف هذا الحكي عن طريق الملتيميتر فعليا أنا أخدت الفولتية بين كل النقاط الأسلاك الموجودة أمامنا أخدت الفولتية بدون ما أضغط على زر الانتركم أخدتها بكل المناطق الموجودة أمامنا بهاي المنطقة كاملة وبعدها صرت أضغط على زر الانتركم وصرت أقرأ الفولتية الموجودة عند الأربع أسلاك لغاية ما وصلت إلى نتيجة رح أكلكم إياها لاحقا خلال الفيديو ومن الأمور التي توصلت لها أثناء التجربة وجدت أنه عندي بين هدول النقطتين في 14 فولت غير مستخدمين فعليا مباشرة غذيت شلي بالطاقة من خلالهم أضفت سلك على الخط الأحمر لهو الزائد وسلك على الخط الأسود لهو الناقص شاشة الانتركم الموجودة أمامنا تشتغل على 220 فولت وفيها محول داخلي بعطيني 14 فولت ليش ما أستفيد منهم وأشغل شلي هاي الحالة طبعا تنطبق على هذا الانتركم لكن أنتم ممكن تكون حالة عندكم مختلفة ممكن تحتاج لكم تضيفه باور صد لاي خارجي لشلي غذيها بالطاقة شرحنا هذا الحكي في فيديوهات سابقة روابطها ستكون موجودة في الأسفل في الوضع الطبيعي إذا رتبنا الأسلاك الموجودة على شلي أمامنا إحنا المفروض أنه نقرأ إشارة زر الانتركم ونوصلها على الخط رقم 8 باللون البني على شلي يوني شرحنا عن هذا الموضوع في فيديو سابق لكن أنا استخدمت في هذا الانتركم تحديداً اللي موجود أمامنا أخذت قراءة الفلتية على هذا الانتركم عن طريق السلك رقم 3 اللي هو باللون الأبيض واللي هو مخصص للـ ADC سنسور شرحناه كمان في فيديو سابق رابطه رح يكون موجود في الأسفل وخط الجراوند اللي هو رقم 6 كمان شرحنا شو مبدأ وشو مبدأ عمله في فيديو سنسور الماء رابطه رح يكون موجود في الأسفل هذول السلكين ربطتهم مباشرة مع الأسلاك اللي توصلت لها أنه بتغير عليها فلتية عند الضغط على زر الانتركم اللي هم كانوا الأحمر والأزرق لاحظوا ربطت عليهم السلك الأبيض والأخضر زي ما إحنا شايفين الأخضر هذا جاي من شلي يوني والأبيض كمان من شلي يوني فأنا عم بقرأ فعلياً فلتية هذا الانتركم كل ما ينضغط على الزر الموجود في الأسفل الفلتية عندي على هذول السلكين بتتغير بتتغير قراءتها رح أورجيكم الآن مثال عملي على هذا الموضوع طبعاً ممكن تطبيق هذا الموضوع على أي انتركم يعمل بتيار مستمر DC وليس AC الآن رح أربط أطراف الملتيميتر على السلكين اللي توصلنا لهم أنه تتغير فلتيتهم عند الضغط على زر الانتركم لاحظوا معي فلتية هذول السلكين عند تشغيل الملتيميتر الفلتية فعلياً 3.8 فول هاي الفلتية ثابتة تقريباً طالما أنه ما في حد ضغط على زر الانتركم الآن رح أعمل التجربة عملياً رح أترك الملتيميتر شغال رح أشغل كمان الهاتف وأفتح على شلي يوني المتصلة مع هذا الانتركم عشان نشوف الفلتية اللي بتقرأها شلي كمان على هذا الانتركم لاحظوا معي عند الضغط على زر الانتركم كيف رح تتغير هاي الفلتية اللي موجودة أمامنا سواء على شلي أو على الملتيميتر طبعاً التغيير رح يكون في نزول في الانتركم اللي موجود عندي رح تنزل هاي الفلتية في انتركم آخر ممكن تطلع هاي الفلتية حسب نظام الانتركم بس احنا اللي بهمنا انه في عنا تغير بالفلتية اول ما ضغطت على زر الانتركم نزلت الفلتية الى ما يقارب الواحد على الملتيميتر وما يقارب اثنين على شلي يوني هاي ارقام ممتازة وتغير كبير ممكن نستفيد منه في الاتوميشن وبسبب هذا التغير صار بامكاني أسلم تنبيهات عند الضغط على زر الانتركم الان رح ورجيكم الحالة التانية في حال انه اجا شخص مزعج قرر يضغط على كل ازرار الانتركم اللي موجودة في الاسفل كيف رح تتغير البلتية باتجاه اخر رح تطلع هاي البلتية الى الاعلى رح اضغط اول شي على زر الحارس وبعدها رح اضغط على زر شغطي لاحظوا معي انه البلتية اقتربت من السبعة فلت عند الضغط على اكتر من زر على لوحة المفاتيح تبعة الانتركم وبهاي الطريقة استطاع التحديد انه اذا ضغط شخص على اكتر من زر بيمكاني اعتبر انه هذا الشخص هو شخص مزعج وعن بضغط على جميع الازرار اذا كنتوا مهتمين بالجزء التاني من هذا الفيديو خبروني بالتعليقات واعطوني اسئلتكم عشان نجهزها ضمن الفيديو القادم روابط كل اشي شفناه في الفيديو رح تكون موجودة في الاسفل ما تنسونا باللايك والسبسكرايب سلام عليكم